ألمرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليسلكم كل جديد إن شاء الله وجه حزب التقدم والاشتراك سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون يسائله فيه عن تأخر الشطر الثالث من الدعم المؤقت من مخصصات صندوق كورونا وأوضح الحزب أن العديد من المواطنين يتساءلون عن مصير الدعم المؤقت الذي تقدمه الحكومة سواء لحاملي الرميد أو للعاملين في القطاع الغير المهيكل بعد رفع الحجر الصحي وأشار الحزب أنه بالرغم من استئناف الأنشطة الاقتصادية إلا أنها لم تكن بالوتيرة المألوفة والعادية بالنظر إلى التدابير الاحترازية المتخدة تجنبا لأي انتشار للفيروس خاصة في الأماكن التي عليها الالتزام باستعمال نصف طاقتها الاستعابية فقط وأكد الحزب أن العديد من المواطنين لازالوا في حالة توقف عن العمل ويبنون آمالهم على صرف الشطر التاليس من الدعم الذي وعدت به الحكومة خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى وسائل الحزب بن شعبون بخصوص الإجراءات المستجدة التي ستتخذ لتسريع صرف هذا الدعم نشكركم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر